بتاقي البرنامج يقول عماد السالمي هل يفضل مختار علي مع فيصل الغاندي بدل من الخيبري والجوير؟ لا، الثلاثة للعب في عمق الملعب المباراة الأخيرة ممتاز يضاف لهم ممكن يكون محمد كنو في حال جاهزيته ممكن يكون بديل لأحد هذا الثلاثة ولكن الثلاثة التي تكرم عن مصعب الجوير فيصل الغاندي ناصر الدوسري أتمنى أن يبنى منتخذنا الوطني على هذا المثلث في عمق الملعب خلا يخطي مرة اثنين ثلاثة يتطور أكثر يكثر انسجامهم صديقنا سترى وسط منتخبنا دائما ثقيل مهما كانت المتغيرات بوجود هذا المثلث المميز في محمد المنهال يقول عماد السالمي ما هي الطريقة الأنسب التي قد يطبقها رينارد وإيش توقعاتك سيناريو المباراة؟ ما أعتقد فيه تغيرات كثيرة رح تكون يعني هي طريقة الأربع ثلاثة ثلاثة اللي يحبذها رينارد التجانس موجودة الآن بين اللاعبين رح يغامر كثير لو غير عذب من التغييرات ما أعتقد أنا لكن أشوف فيه ناس تطالب مروان الصحفي مثلا بالتسجيل أنا ما أعرف كيف مروان يسجل هو يلعف في مركز الجناح الأيمن ترى ما رح يسجل له بطريقتين يشمه تطالبه أساسا وهو تميز في التسجيل وأيضا حتى مع بناديه اللي هو أساسا حديث عهد معه وتميز وسجل هدفين حتى ما ذكرته قبل شوي من ضمن اللاعبين اللي ممكن يسجدون من خارج منطقة اللزاء صحيح لأنه ما عنده هذا الخاصية مروان الصحفي التسديد من خارج منطقة اللزاء مروان الصحفي عشان يسجل يحتاج أمرين رئيسيا أما تروح الطريقة 4-4-2 والدخلة لعمق الملعب بالتالي هنا يبدأ نكشف المرمى ويسجل هو لاعب مميز يستغل للسرعات واحد اثنين تلعب جناح أيسر مكان سلم الدوسري على أساس يدخل ممكن يسدد لكن في الجناح ليمن تطالبه بالأسست أكثر تطالبه بالمجهود أكثر تطالب فراسه صالح كوره مع مروان ادخل توقع منه أكثر لأن مروان لاعب مبتكر في الأسست أكثر بطريقة رينارد الحالية لكن ممكن تدخل عمق بلعب سيقدم لك أداء عالي وعالي جدا هذا كان سبب أنه فقد فرصة التسجيل أو الفرصة التي جاءته كانت محققة في مباراة أستراليا صحيح مروان حساسيته في الصناعة أفضل من حساسيته في التسجيل هذا شيء طبيعي ترحنا المشكلة عندنا في راسي اليوم لما يضيع كثير من فرص لأنك أبعدت عن منطقته التي هي كلاعب راس حربه صالح لماذا يسجل؟ يمكن أن يسجل على اتحاب مرة واثنين وثلاثة واربعة لم أطلعته من منطقته المهاجم أسوأ ما يمكن من توديه طرف والطرف أسوأ ما يمكن من توديه مهاجم اللاعب دائما يوفر للبيئة يلعب في المركز الذي يبغى كرقم واحد مروان ليس مطلوب منه التسجيل كرقم واحد يتكلم مطلوب منه صناعة الأهداف مطلوب منه أدوار دفاعية وربما يجهلها المشجع ويطالب مروان بالتسجيل ترى مسكين ترى مع سعود دائما يكون معه دفاعياً هجومياً فأمر صعب لا نحمل ولد عمره عشرين سنة طاقة أكبر في هذا الوقت مروان الصحفي مطالب بإذن الله أن يتطور وأكيد مطلوب منه أكثر في السنوات القادمة أبو علي خالد السعود